حتى يمكن كمية الغباء اللي عندها من هذه الشريعة كل الناس تتقاتل كل الناس تروح تفنى البشرية أفضل من أنه أنت يكون عندك طاغوت تتحاكم طاغوت يعني تحكم بغير الإسلام يعني عرفت كيف ليش أنت تقتل كل الناس إحنا بدنا نحر ليش لأنه في بابين الأس الحمساوية عرفت كيف فهمت الألفولة والرجال جالس طبعا في تركيا لما بيزق من تركيا بيروح لقطر تركيا بيروح يجي ويسأل ومقاومة ما أدري يقاوم بماذا؟ يعني يقاوم التي يقوم بها هذا الأهبل يعني يقاوم من تركيا بماذا؟ لا أنا جالس هنا معاكم بلطم مثل بقية المسلمين أما إحنا شو بنعمل؟ إحنا غير إحنا بنلطم إحنا المسلمين ما بنعمل أي شي غير إنا بنلطم تفضل تعالي الحضن أخوك تعالي نلطم مع بعض تعالي لا تزعل حبيبي لا تزعل إحنا أمة اللطار إحنا نجيد اللطم والبكاء بنخاف نقول الحقيقة بنخاف نتكلم لما بيكون بيدنا السكين نحس أننا يعني ملكنا الدنيا وبعدين لما يجي يجو يدوسوا على رأسنا نجي نبكي شوفوا قدش بيضمونا شوفوا قدش بي اعتدوا علينا قتلونا وبما أن تميلنا من إيران كلها وإيران هي اللي حاميتنا حامية العروبة الفرس حامية العروبة بتصير في أحسن الدول وبما أن الشيعة هم رح نعمل رح نلطم أكيد رح نلطم في صحة اللطن تقول لي والله لا والله أنت أنت يا مخذلين أنت لا تكون مخذل رح نشوف تعمل غير اللطن أنت مجرد لطان تيك توكي حاول تفهم هذا الكلام وزنك حجمك الحقيقي مجرد لطان تيك توكي ما تقدر تعلم خلينا نناصر القضية الفلسطينية يا أخوة خلينا نناصر القضية الفلسطينية رح قناصر القضية الفلسطينية اللي عايشين تحت الركام الآن وفي المخيمات من نصرتك يا شحات أنا أقول لك ماذا استفاد أنت واحد نصاب تاجر رح تجمع فلس باسم هذول الناس ارسل لهم 10-15 دولار من كل 100 دولار وحط البقية بجيبك والحمد لله يعني هو والقائمين عليها إحنا القائمين على هذه الأموال الصدقة فهذا يجوز لنا تعال خلينا في مطعم فاتح جديد صراحة بيعمل بيعمل أكل كباب ودنيا وعالم يعني صحيح ولا السعر غالي بس كل العيونك بهون وأنه كمان نروح هناك نجلس ونتناقش في القضية الفلسطينية أمة السرقة لما أنت تأتي وتكون ويكون أمك الأكبر كيف تسرق أموال الناس باسم المساعدة المحتاجين ومساعدة يا أخير بيتك الآن عرفت أنه فيه ناس محتاجين ماذي لما كلها من يوم لقاءات البلدة شو شو جاي تعمل في أوروبا لأنك ما لقيت الحياة في بلدك جيت لأوروبا عملوا منك إنسان إنسان محترم أعطوك بيتها أعطوك حياتها ولكن داء الشحاتة في جسدك ما تقدر عندك داء الشحاتة حتى لو أي حاجة إلى الرزق يحب الزيادة صراحة بيحب الزيادة أنا الآن بأخذ كذا من فلوس المساعدة وكذا من الشغل الأسود وكذا من التبرعات جيد إن شاء الله خلال سنتين ثلاثة أستطيع أروح أشتري لي بيت وسيارة وكل شي في تركيا وأصير مقاوم بطل 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 مقاوم عظيم جيد إن شاء الله خلال سنتين ثلاثة أستطيع أروح إلى جمعية لنصرة أقول لك والله أنت أنت يا مخذلين أنت لا تكون مخذل مثل ما جئت لأوروبا بالتهريب حاول يكون عندك نصف هذه الشجاعة أروح لغزة بالتهريب جيد جبان جيد جبان أنت جبان مجرد كائن جبان تاف جائلت تكتوك ألا أقلنا أنه ناصر فلسطين أنت ناصر بماذا بماذا ناصر تناصر فلسطين قياداتك الآن شو وين إنسانية قياداتك الآن اللي متخبية تحت تطلع من غزة وتنقذ ما ممكن إنقاذه ما بتعمل هذا الشي ليش لأن قياداتك الحقي راهم من من غزة وتنقذ ما ممكن إنقاذه ما بتعمل هذا الشي لا ما هذه ضريبة لازم نتفاهم روح نتفاهم من قياداتك وتنقذ ما ممكن إنقاذ لأنك أنت لأن هذا الطفل أول ما راح يكبر راح يشوف هذه البثوث وراح يشوف هذا الكلام اللي إنقال ويعرف أنه عائلت الدم رد بسبب أن قياداتك الآن كانوا متخبين وإسماعيل النية كان عنده أربع مليارات ومتخبي في قطر وفي تركيا يروح يصيفون وهناك مرزوق رايح لروسيا يقول نحن مع الروس روسيا من أصدقائنا من أصدقائنا الأشاوز والله أنا أول مرة عرفين نعم صح أم تافا أبو بوتين الموسوي ما هو هكذا حبيب حبيبنا حبيبنا إذا إيران ما حبانا وبوتين حبيب إيران كده راح يصير حبيبنا أكيد ولا حوال حمقى جاءت بوتين بيحركوا ما كده يلا روحوا أعملوا كذا روحوا ضربوا صاروا غنونيك عشان نخفف القتال في أوكرانيا يخرب بيتك طول عمرك ميليشياوي غابي الجماعات السنية طول عمرها جالسة هكذا بيستخدموهم كورق الكلينيكس امسح الدبر ورمي امسح الدبر ورمي ما أنت بتعرف أنت استسادت مسح الدبر أنت وين تعرفت على أنك تكون كائن مستقل بذاتك ولا مستقل ولا من يحزن اللي بيعطيك الفلوس هو الأول اللي بيسيرك الإيرانيين قالوا لك روحوا ضرب لك صاروخين وإحنا راح نكون معاك الأمة الإسلامية كلها راح تكون معاك ولا ولا حدا راح يكون معاك ولا حدا معبرك خلي يا أبو عبيدة ينفعك إيش هذا الغباء اللي انت فيه وكل يوم الطيارات تجي بتجي تعمل فيكم يعني مجزرة والمدفعيات تعمل فيكم مجزرة تعالوا تعالوا لقينا لقينا مستشفى هنا على على جنب ما حدا لسه اكتشفوا خلينا نطلق منه الصاروخين حتى هم إذا قصفوا المكان يقول شوفوا الإسرائيليين بيقصفوا المستشفيات لما يطلع من المشفى يا حيوان انت ليش ليش هالي استقاتل في الله تطلق صواريخ وتطلق وعامل مقرات وقيادات من بين الأهالي والناس شو الغباء اللي انتو فيه لا والله احنا احنا شعب مقاوم شعب صامدين احنا شعب ولا حصامدين ولا نيلة ولا صامدين لو كنتم صامدين ما بتبكوا كل يوم ما بتبكوا ولا صامدين ولا نيلة حاول تتقبل وضعك الجديد انت رح تكون الرجل إسرائيلي انسى فلسطين هذا من طلع من رأسك ما رح يكون في فلسطين فلسطين كلمة فقط موجودة فيها لاوسة العرب لا توجد هناك حاجة اسمها فلسطين انا يؤلمني هذا الكلام مزعوج من هذا الكلام بكره نفسي لما بقول هذا الكلام ولكن لا يوجد حاجة اسمها فلسطين في حاجة اسمها اسرائيل فقط انتهى فلسطين رح رحش في بيتك رحشوف مين من اللي رح يعترف بيك شوية ناس حمقى جالسين في تحت الأنفاق بدهم يروح يقاتلوا الاف ستاشر والاف خمستاشر وبدهم يقاتلوا دولة نووية هذه دولة كرتونية وسوف نقضي عليها ولو ان المسلمين هبوا هبا يعني كرجل واحد والله لقضوا على هذه وهذه الثمانين سانة الأخيرة تبعكم وسنقضي عليكم كما قال توراتكم اول مرة اعرف ان ابو عبيدة صارئ من بنبوءات التورا الناس في غاية الغباء والهبل يصير عنده ماكذا رقم في اي مضة طبعا طلبت مين طلبت الأحمق بسام جرار منين راح يتعلم هذا الاعجاز الرقمي بالقرآن شوفوا يا أخوات أنا والله لاذا نذر الرقم لاذا يجري فيطلق زائد خمسة فرح تروح لإسرائيل ولا راح تروح لإسرائيل ولا حاجة انتوا شعب تروحوا لأي مكان هذه إسرائيل باقية وتتمدد معلسه في الشديد يؤلمني هذا لكن تتمدد غصبا عنكم وعلى رؤوسكم وهذه الحقيقة المرة يقرب بيض غباءكم يجي يقول لي والله لأ انتوا مخذلين انتوا صحاينة العرب والله ما في صيوني غيرك انت لو كان الصحاينة كانوا يجيبوا عملاء يتكلموا بحماقتك والله ما كان يقدروا يعملوا اللي انت بتعبه عاطيتهم ضيعت على نفسه كل الفرص من 48 من 47 لحد هذه اللحظة ضيعت كل الفرص اللي كانت عندكم الآن باقي عندكم فرصة وحيدة فقط انك تطلع للشارع وتلطم تعال تعال خلينا نطلع اليوم اليوم أحد نطلع ونلطم مع باب نطلع ونلطم مع باب نسمي ايش كروسي ورح نقضي على الامبريالية امبريالية ايش امبريالية ايش انت جاي من اي عصر انت هذا الامبريالية ايش وغباء ايش جالسي قولي امبرياليسم امبريالية ايش انت على اي ما مش مستيقظ هذا غباء اليسار مع غباء الإسلامين اضربوا مع بعض خلاطة كذا رح يطلع لك هذا الإنسان العربي العلماني المثقف الذي يطالب الدولة الفلسطينية يسار على الإسلامين يطلع لك هذه الخلطة العجيبة جدا اللي انت بتشوفه في هذه الوثوات والله يجوئ يا أخوة احنا نناصر الشعب الفلسطيني ونحن مع حركة المقاومة ونحن مع حق الشعب الفلسطيني ونحن ضد الاحتلال وسوف نحرر بلادنا سوفا 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 متى رح تحررون متى 75 سنة ما علموكم اسرائيل دولة دولة بتعلم عليكم دولة دولة شوي صعاليك تجرذان تحت الأرض رح تحرر فلسطين بيهم ولكن انت عليك انك تبطل مشاهدة أفلام الكارتون يخرب بيتك مش كارتونية هذه هذه حروب شوف ثلاث تسابيع ثلاث تسابيع قتلوا منك ثمانتالاف واحد بثلاث تسابيع ما ادري اذا هذه لا تسمى مجازر شو هي تعريف المجازر عندك انت اذا هذه مش مجازر شو هي تعريف المجازر ولكن لانك انت انت انسان كائن يعني متخلف ما تستطيع تفهم هذا الكلام مش قادر تشوف لا هدول عند الله شو هداء يا احمق مش قضية شو هداء القضية انت الان عندك ثمانتالاف انسان مات بسبب غباءك وكل ما ترتكب حماقة شو هداء شو هداء شو هداء شو هداء ومش قادر تعمل حاجة الان عندك ثمانتال تشتغل عالمين وعالمين وعالمين قال لك لا لا انا راح والله ما راح تذهب بطل الشعارات يخرب بيتك انت ام وهي الامة عايشة على الشعارات شوف اصحابك اللي كانوا بينادوا بالشعارات وين راحوا صدام حسين وين راح جمال عبد الناصر وين راح قذافيكم وين راح يا قائد ثورتنا على دربك طوال وين طوالي وين وصلت انت طلعوا من حفرة صدام حسين طلعوا من حفرة جمال عبد الناصر انهزم واستقال وترك الرئاسة حقير ذليل وراحت كل عن ترياته الرجل الوحيد اللي كان فاهم الدنيا صح هو انور السادات راح قاتل لما كان يقدر يقاتل ثم بعد هذا يجلس على طاولة المفاوضات قال تعالوا خلونا نشوف شو راح نعمل بهاي النيلة اللي احنا موجودين فيها همانتوا شو انتوا شو اللي عملتوا في الحياة لا مواذ الشعب الاسرائيلي هذا الحكومة الاسرائيلية والله ما بتخلينا ما بتخلي الضفة شوف الضفة ما فيها مقاومة ما فيها حماس وبيقتلوا في الناس آه بيقتلوا في الناس لأنكم من الغبائي بمكان كل يوم من بيطلعون واحد بيروح يطعن واحد بيروح يعمل لي ما ادري مشكلة يروح يعمل لي فصيل كل حركاتكم مكشوفة حماس مخترقاتكم حتى العظام يخرب بيتكم فهيجي يقول لك لا الله احنا الشعب الفلسطيني شعب صامد ولا ما احترام الشديد لك يا أبو عمو لا صامد ولا نيلة لا شعب فلسطيني ولا صامد ولا نيلة كلكم هنا في الشتات نشوف على شعب فلسطيني طيان لأن كثير من الناس لما تتكلم ماسك بندقية ومنتظر كيف يدخل في غزة ولا حدا فارق مع الدنيا عرفت كيف ولماذا لأن كل الناس عند حياته وظهروا للآن لو استطاعوا يرجعوا لفلسطين ولا حدا راح يرجع كل الناس عايشة وعند شغلها وعند بيتها وعند السيارت وعند وظيفتها وعند سوق وعند محلة وعند وقات والبيزرية وكذا ولا حدا فارق معها حاجة انت انت الغبي الوحيد اللي نصدق هذا الهب وهذا ياسر عرفات كان شايف هذا الكلام صراحة قبل أكثر من ثلاثين سنة شاف شاف انه احنا والله احنا هذا الجيش اللي عندي هذا ال كم ألف اللي عندي المقاتلين هذولا كلهم تحولوا الى تجار دجاج وبيض جبنة وحشيش وسجائر وخمر وكذا فانا شو قال والله اروح اجلس مع اليهود يبركد ان يطلعوا لي شاغنا تعال يا وردن اتوسطي لنا تعال يا مبارك اتوسط لنا تعال يا ابو ما ادري منه اتوسط لنا خلينا شو نعمل في هاي النيلة اللي احنا جالسين فيها قال لك لا والله احنا ما نرضى بالمفاول لك انت مين عذا انت ارضى اولا ها ضيعت هذه الفرصة يلا الان لاح تروح تبوس القناة ما بيعطوك راضي 67 انا ما ما يخطوك انسى حتى هذه الفرصة ضيعتها انتهت ما فيش تألالة ما فيش بأسنة ولا بطل فلسطين كلها اسرائيل مع الاسف الشديد هذا الكلام يقولوني ولكن عليك ان تقبل بهذا الكلام ما بتقبل احيدق راسك اه ما ما تقدر تعمل اي شي اه وحتى هذول شوية الجرذان اللي موجودين في غزة من الحمساوية والجهادية والسبع طعش شخص تبع الجبهة الشعبية كلهم راح يطلعوهم من شواربهم ويحطوهم كلهم راح يطلعوهم من شواربهم ويحطوهم يا اما في السجن او او يدفنوهم احيانا يا اعزوه كحبه كحبه لافقه 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 كحبه اشتركوا في القناة 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 هذه النماذج والآن جاء في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جماعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن مين رح تجيب واحد محترم منه هذه الأمة تعيسة هذول الناس المشكلة شوفوا يا أخوة مشكلة هذول الناس أنتوا الآن عايشين في أوروبا جهاد شو مقاومة شو شرف شو اللي بتتكلمون عنها أنتوا شوية صعاليك جئتوا من بلدانكم هربانين خايفين أنكم تروحوا للجنة ليش لأنكم كذابين بتكذبوا على أنفسكم تقولون أنه أنا والله يا أخي أنا حبذ بالله حبذ أروح للجنة كذاب الجنة كان قدام باتك تفتح الباب تروح للجنة هربت من الجنة ليش هربت لأنك شجاع لأنك شهم لأنك نشمل لأنك واحد جبان لأنه واحد جبان وكذاب ليس جبان فقط كذاب وكذاب لمرة ومنافق مرة وجبان مرة قدرت أنك تروح تبقى في بلدك تقاوم مثل الناس اللي انقتلوا لا أنت اللي جاي في أوروبا شو بتعمل صباح النور نحن نريد أن نكون مع أنت أصلا جاي في بلد يعترف بإسرائيل لو كان عندك ذرة من الشرف على القضية الفلسطينية وترفض إسرائيل ما جت لبلد يعترف بإسرائيل كنت سفيت التراب بالبلد اللي انت جاي منه أصلا وما طلعت لبر ليش طلعت أنا أقول لك ليش طلعت إنك كذاب هذه الحقيقة انت واحد كذاب جالس شو بتعمل ما بتعمل أي حاجة غير إنك انت بتنافق نفسك ليه لنهار ما هي حقيقتكم والله عاملين فيها أبطال على التيك تو يا عمي لا أبطال ولا حاجة أنتوا شوية كائنات هكذا متخلفة خجلانين من دينكم خجلانين من أخلاقكم خجلانين من نسوانكم كلها بتتسول في التيك تو اللي ما بتتسول بتتسول رسمي بترقص عشان عشان تحصل على اللايكات وعشان كذا تيجي تعمل فيها أبو شرف على مين أنتوا الفلسطينية والسوريين والمصريين والعراقيين والمغاربة والتوانسة والجزائريين وكل هذه البلدان والخليجين وكلكم لا تعملوا فيه تيابو شرف لأنه ما راح يليخ لكم هذا معايير الشرف عندكم بيخليكم أنه أنتوا أول ناس بدون شرف نسوانكم كلها على التيك تو لما تتكلم عن الشرف وعن الأخلاق أولا نطلع على حالة شوف وين شرف ما عنده شيء شرف ما عنده شيء شرف ما عنده شيء شرف ولكنتوا أرجى الواحد فيكم أكبر أبو شوارب فيكم بيفتح لايفات يسب المطلقات هذا هو شرف ولك مين اللي عندكم فيكم ما عنده شرف تجون تعملون فيها مراجل في التيك تو أكبر أبو شوارب فيكم جالس على التيك تو شوفوا يا أقوى هذه بزونة مطلقة هاي وحدة قحبة وحدة عاهرة وحدة شرموطة هاي وحدة ما أدري هاي وحدة عاهرة وحدة شرموطة هاي وحدة مطلقة وحدة شرموطة انتوا هذا نهايتكم وين الأخلاق والشرف اللي عندكم طلع منكم واحد رجال يوقف هذه المهزلة اللي بيناتكم لا ليت لأنه كلكم ما تكلف كلكم ناس بدون شرف نسوانكم تسبلي النار بتنحط صورها بتعملها تعملها فضايا على التيك تو عندكم شرف تتكلموا لا ليت لأنه ما عندكم ما تعلمتم على حاجة أنه أنا يكون عندي نخوة أنه أنا هذه امرأة أنا المفروض وفق العادات العربية والأخلاق العربية المفروض أني أنا بحياتي ما أتكلم على وحدة وأجي أتكلم عن شرفها وعرضها لكن ما عندكم هذا الشيء كلها مش كلكم طلعا ولكن هذو هذه النماذج كلكم كنتم تشتغلون قوادين في بلدانكم الآن صرتوا جيتوا للسوريا جيتوا للسويد أو لأومانيا أو للدانيمارك أو لبلجيك صرتوا ناس شرفاء ولا شرفاء ولا من يحزنوا كلكم كنتوا قوادين هناك أنت تشوفون أي ضابط ما ضابط أي عريف شرطة في الشارع ما كان عندكم مشكلة أنكم تقدموا له أخواتكم هذه حقيقتكم الآن صرتوا أبو مراجل أبو شرف يخرب بيتكم كان عندكم فرصة عظيمة جدا تروحوا للجنة وتمارسوا فيها الوطنية والشرف والأخلاق وكذا ولكن لأنكم ما كان عندكم هذا الشيء ولا هو من طموحكم هربتوا من بلدانكم هربتوا من الموت هربتوا من الجنة جئتوا لأوروبا جلستوا في أوروبا لذول الأوروبيين الكفار عدمي الشرف جعلت منكم بني عدمي جعلت منكم بشر أعطتكم يعني أكلوا شربوا سكنوا علاجوا حياة والآن هول ما شبعتوا لأن صفة النذالة صفة متجذرة ومتأصلة فيكم صرتوا ترصقون على الإيد اللي تمدت لكم تعضونها مثل الكلاب ما مثل مثل الكلاب مثل الكلاب السعرانة يعني ما بتفرق من الحاجة مع الأسف الشديد هذا حالكم لذلك كل هذه الثورات اللي عملتوها في بلدانكم كلها فشلت ورح تفشلوا أكثر ليه لأنه ما عندكم أخلاق ما عندكم ما عندكم ذرة من الإنسانية ذرة من الأخلاق ما عندكم يمسك القضيب وروح يمشي في الشهر يقولوا هذا السلاح العظيم هذا بدل الكلاشينكوف والقلم هذا بدل العلم والثقافة هذا بدل الحياة والفلسفة هذا بدل كل حاجة أنا أم عظيم أنا عندي قضيب لذلك كل ما ساباتكم ها كذا شوية ناس أنذال ما عندكم ولا حاجة شو راح يكون عندكم 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 قدرة تروحوا ترجعوا لبلدانكم تكونوا ناس محترمين وتدخلون الجنة لا كل واحد فيكم من من أبناء هذه الفئات التي تتغنى بالعروبة وبالإسلام وبالشهادة وبالدين وكذا كلكم جبناء هربتم من الجنة حقيقتكم هذه نعيركم بها وصمة عار على جبينكم لماذا؟ لأنكم جبناء لا تدوا تعملوا فيها رياجيل على التكتوك وخاصة في هذا الباب اشتركوا في القناة رائع كيف تعمل؟ الكذب الجوز أو كيف تعمل؟ العلوان يعني أنك سأكون طاقة أفضل كيف تعمل؟ عندك ضجة هنحارس ود على أمة المطابخ هنحن سوف يخرج من المطابخ لا تطلبون المسلم المحترم فيكم اللي يبدو يطلع يكتب لي رقم سبعة الغال محترم ما يكتب لي رقم سبعة لأنه خلاص اليوم يوم الأحد بكرة الثنين ما بدنا نسمع أخلاق القرآن وأخلاق الشريعة الإسلامية نطلب قسق بعد ما تكتب رقم سبعة تكون طالب قسق السلام عليكم وعليك السلام سني ولا شيعي أنا لا سني ولا شيعي أنا كردي آلي كردي جيد جيد روح يجلس معلك رادي مشكلة ذول الناس العلم نور والجاهل السلام عليكم بابا صفة متلازمة للإنسان الفتائي عليك السلام أعطني اسم أناديك بي وشي للا تحن من الموبايل أعطان إجزالنا تروح أوكي كريم ممكن ممكن تعطيني اسم أناديك بي كريم هلا كريم هلا تحياتي سني ولا شيعي يا كريم سني أكثر الله من أمثالك يا كريم فبسر آمين يا رب ووجود أمثالك يعني هناك أمم أخرى عايشة في نعيم ممكن أعرف الأدوية اسم الأدوية التي تستعملها الشريعة الإسلامية أربع مرات في اليوم السيرة النبوية مرة وقت أتحداك أتحداك توريني الأدوية التي تستعملها العقدة الإسلامية ست مرات أستخدمها في اليوم تعمل عندي مغص وأوجاع في أماكن كثيرة ومضاعفات كثيرة العقيدة الإسلامية عندي تفسير تفسير القرطبي مرة قبل النوم تفسيري من كثير ثلاث مرات بعد الأكل عندي تفسير الباغوي باستخدمها تقريبا ست مرات كذلك في اليوم وعندي كذلك صحيح البخاري بيجيب لي مغص دائم دي وصفات الشيطان هذه كلها وصفات شيطانية صاحة نعم 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 أنا أقول الله ما بأتأثر منكم تعرف ليش تعرف ليش لأن وجودكم وجودكم وجود أمثالك من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوبني بدون هذا الهبلج كريم نعم نعم أنت تؤمن بكتب الحديث نعم كلها كلها بتؤمن بالسبي يا كريم نعم تؤمن بأن إذا المسلمين قاتلوا الكفار يحق لهم أن يرسبوا نساءه أنا أتحداك شوف تتخلى على ربع هذه الأسئلة ربعة أنا أنا حياتي ما راح أتخلى أنت تؤمن بال أنت تكسبت تحد جاوبني أنت تؤمن طرف الرهبة يومياً 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 نسألكم تتهربون من الأسئلة ما سأسوي لكم يومياً تخجلون من الإجابة أنا أؤمن بالبخاري نعم أنا أؤمن بالسبي هل تؤمن أنا أتحداك و أنا ليش جاوب على قد السؤال إيش المشكلة في ذلك إيش المشكلة تستطيع أن تجير لا خجلان آه خلص حيش مع نفسك ما عنديش مشكلة المصطبة الصحيح مليانة راح أفتح لك الغرفة الشو بيسموها ودخلكم جواة يعني عادي جداً شا سوي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة نصر عبد وأعز جند وهزم الأحزاب والوهد طلع كل كذب هذا الكلام ما لسه في الشديد شفنا لا نصر ولا من يحزنون فقط شفنا الصواريغ الإسرائيلية تدك راسكم ما لسه في الشديد آه يا قائد ثورتنا على دربك طوالي السلام عليكم عليك السلام ممكن تغطيني اسم عناديك بي أخي اسمي محسن سيدي محمد صالح أهل وسهلا سيد محسن حضرتك سني ولا شيء سني يا أهل وسهلا لا تجاوبني بالله عليك سني حقيقي ولا سني من جماعة أنا أؤمن ببعض السنة وما أؤمن ببعض لا أؤمن بكل سنة أوكي أنا شو بتحبنا سيد محسن أعلم ببعض انقائم هناك lên